من ناحيتها قالت مجلة نيويوركسن إن جماعة الحوثيين ستشكل تحديا مبكرا للرئيس الأمريكي المنتخب ترامب وأكدت المجلة أن أمريكا وحلفاء لم يكونوا مؤثرين في مواجهة هجوم الحوثيين على حرية الملاحة العالمية ما يضعهم في قائمة التحديات التي من المرجح أن تواجهها إدارة ترامب وضفت أن جماعة الحوثي تبرز كخطر متزايد على المصالح الأمريكية مع تزايد مساعدة طهران وموسكو لحافي ظل ما وصفته بعجز حزب الله في لبنان شيرة إلى أنه من المحتمل أن تتلقى الجماعة أسلحة جديدة ومتطورة لإحداث فوضى في اقتصادات أوروبا وأمريكا كما حذر الذان يوركسن من أن إعاقة الحوثيين للتجارة في البحر الأحمر يمكن أن تصبح سلاحا قويا في يد تحالف متنام يهدف إلى إضعاف واستبدال القيادة العالمية لأمريكا وكادت المجلة الأمريكية أن المساعدات الروسية للحوثيين تقتصر في الوقت الراهن على المعلومات الاستخباراتية لشل حركة الملاحة الدولية لا في تتريل أنها من الممكن أن تشمل محادثات بشأن الأسلحة وأوضحت ضصان أن تعزيز العلاقات بين أجزاء التحالف المناهض لأمريكا قد يتطلب إجراءات حاسمة لردعها لا في تتنيل أن تصريحات المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي لترامب تؤكد أن الشرق الأوسط عنصر أساسي لحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا